المعابر الشرعية على الحدود اللبنانية وتحديداً نحكي على الحدود الشرقية بقاعاً مع سوريا المجلس أعلى للدفاع أقرب بوجود بحدود 136 معبر نحن نعرف أنه في عدد من هذه المعابر يسيطر عليها أو أنه يستخدمها مش بيسيطر عليها الناس هني من المهربين الموجودين يمكن عشرات سنين ولكن الغالب الأعم من هذه المعابر يسيطر عليها حزب الله لغيات تأمين التمويل التهريب غير الشرعي، تهريب الكابتاجون تحديداً والتهريب بين لبنان وسوريا طبعاً نقل بعض السلاح وكذلك لغيات أمنية ولغيات عسكرية فهل تستطيع الدولة أخذ قرار بإقفال هذه المعابر؟ تستطيع أخذ هذا القرار ولكن لا تستطيع لكل هذه المعابر لأن المشكلة في هذه المعابر رغم أنها جزء من منظومة الهدر في الجباية الضريبية بالاقتصاد اللبناني المشكلة أنه ليس مشكلة تقنية في ميليشيا أمر واقع تسيطر على هذه المعابر تستخدمها في حربها المنغمسة فيها في سوريا المشكلة ليست لا يستطيع لبنان بالأمن والجيش ولكن لا يستطيع بالقرار السياسي وبالتالي الحديث مثلا عن أنه بحاجة لأمم المتحدة لإغلاق هذه الحدود هو يعني يصطدم بعائقين الأول أنه العجز عندنا مش أمني مش بالعدم القدر الأمني وبقرار السياسي والقرار السياسي اللي ما بيقدر يفرض يبعط الجيش يسكي الحدود دائما حظب الله ما هيقدر يجيب الأمم المتحدة الأمم المتحدة ما هيقدر تنفذ الشغل الثاني أنه هذا يتطلب تعديل لقوات اليونيفل المفوض يعني شو التفويت طبعا بأنه نقلة للحدود لأنه هي حاليا تضمن الحدود الجنوبية والحدود البحرية هذا يضمن تعديل في مجلس الأمن ولا أعتقد أنه هذا متاح لا داخليا ولا خارجيا